طرحت الحكومة الجزائرية ورقة تنقدية جديدة من فئة ألفي دينار بالتزامن مع عيد الثورة والقمة العربية التي استضفتها الجزائر الأسبوع الماضي أثارت ورقة النقد الجديدة جدلا واسعا بين الجزائريين لأن قيمتها كتبت لأول مرة باللغة الإنجليزية وبخط بارز ألفا دينار قيمة العملة الجزائرية الجديدة كتبت كلمة واحدة بدون فاصل بين كلمتي ألفا ودينار كما غابت الهمزة عن الألف في كلمة ألفا أمر أثر انتقادات بل سخرية أحيانا على مواقع التواصل وفتح الباب لتعليقات أهل اللغة كثير من الناس تحفظوا على رسم كلمة ألفا دينار باللغة العربية وهل هي أخذها على أنها علم بحيث تكتب هكذا أو يجب أن تكتب مضاف ومضاف إليه أظن أن هذا المعطى هامشي قياسا إلى ما أثير من حول هذه القضية خارج الجزائر لم يقتصر الجدل على الجزائريين وحدهم فلأول مرة في الجزائر تكتب قيمة ورقة نقدية باللغتين العربية والإنجليزية ما جدد الحديث في الداخل الجزائري وفي فرنسا أيضا عن المكانة التقليدية للغة الفرنسية في الجزائر بعض السياسيين والإعلاميين في فرنسا اعتبروها دليلا على إخفاق أصحاب القرار في الإيليزي في الحفاظ على مكانة اللغة الفرنسية وهي تصفيد حسابات ما بين السياسيين في فرنسا هو بمثابة جدل سياسي حادثها حول الجزائر ولكن أظن أنه هي أول مرة تذكر لغة أجنبية في ورقة نقدية في الجزائر وهو ربما يتماشى مع توجه الحكومة في الجزائر هنا لأنه أصبحت اليوم تعتمد كلغة أساسية أو لغة مهمة جدا في البحث العلمي مثلا في التعليم العالي وكذلك في التربية والتعليم وبعيدا عن سجالات السياسة ومواقع التواصل لا يكترث المواطن الجزائري البسيط بشكل ولغة العملة بقدر ما يكترث لقيمتها الشرائية في وقت يتواصل فيه الارتفاع غير المسبوق للأسعار والتذخم يشكل طرح ورقة نقدية جديدة للتداول في الجزائر إجراءا عاديا وسياديا غير أن الجدل الكبير الذي ساحب العملية يعكس الخلفية الإديولوجية وراء ردود الفعل المتعلقة بتوسع استخدام اللغة الإنجليزية على حساب الفرنسية محمد برغل الحرة الجزائر تواصل دوائر الوزارية في الجزائر تنفيذ خطط الحكومة لتعميم استعمال اللغة الإنجليزية بدلا من الفرنسية في مجموعة من المجالات ضمن سياستها التي بدأتها منذ عام 2020 وذلك من خلال تكوين أساتذة الجامعيين في مختلف العلوم والتخصصات أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن خطة لتكوين أساتذة الجامعات في اللغة الإنجليزية في مختلف التخصصات في وقت يتلقى الطلاب معظم المناهج باللغة الفرنسية ودعت الوزارة في بيان رؤساء الجامعات لإحصاء الأساتذة الذين سيقوم القطاع بتكوينهم في اللغة الإنجليزية وتحديد نسب معين للأساتذة الذين سيتم إدراجهم ضمن برنامج التكوين باللغة الإنجليزية وذكرت الوزارة في بيانها أنها تعتزم تكوين 80% من الأساتذة الجامعيين في اللغة الإنجليزية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا وتكوين كل الأساتذة الجامعيين في اللغة الإنجليزية في العلوم الطبية والإنسانية والاجتماعية لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن مسعى الجزائر في تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في التعليم والتكوين بمؤسسات التعليم العالي وتتولى المؤسسات الجامعية التي تتوفر على مراكز للتعليم المكثف للغات أو أقسام تكوين في اللغة الإنجليزية التكفل بتكوين أساتذتها بينما سيتم وضع تحت تصرف باقي المؤسسات الأخرى منصة رقمية مخصصة لتكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية وتابعة للجنة الوطنية المكلفة بالتعليم عن بعد ابتداء من الأول من ديسمبر المقبل